كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وصحة وسلامة كيفما ستشوفوا معايا من خلال هاد الصور فأنا اليوم جيتكم فكرة على تقنية ديال تدلكت في الحمامات وفي الطوالت فكيفما كنتشوفوا معايا هنا يا اخترت لكم وقتلقاهم جموعة يعني من الصور ومن الأفكار على تقنية تدلكت في الحمام هالتقنية اللي قديمة في المغرب كانت تقدر يعني في الرياضات وفي المنازل الكبيرة ودباء رجعت وبقوة على الموضع فاحنا كنشوفوا الناس يعني كي اللي كيديرها مثلا في الصالون في السجوغ في كل واق ولكن اليوم مقترح سأليكم فكرة ديال تدلكت في الحمامات أنا هنا غتلقوا حمامات بتدلكت أصرون بوصون وكين حمامات اللي فيها ميكست ما بين تدلكت والزليج المغربي التقليدي القديم فكيفما كنعرفوا أن تدلكت فيها مجموعة من الألوان الرائعة لأنها كتتخدم أولا بموضوع والطبيعية عليها وهي الجير والصابون البلدي وهذا المواد كي سهل أنك تدري فيها اللون اللي بغيتي يعني أي لون درتيه كي يخرج لك آآ كتقدر تدري الحمام بأي لون تحليك على بالك الأسود الجري الأحمر الأخضر ذاك التوركوا آآ صومون الأورانج البيض الباج آآ آآ شان نقول لك أي لون تحليك على بالك يمكن أنك تدري فيه صباقة ديال تدلكت فحنا كنعرفوا أن هاد الصباقة عشنا هو المميز فيها حنا يعني كل عدم اللي كان بغوي أن الحمامات خرجنا فيه المميز في مقاومة للماء لذلك فهي الخيار الأمثل للحمامات التقنية هذه كتعطي ذاك كتعطي ذاك 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 ليفة ديال الحميمية يعني كي جي ذاك الحمام دافئ وكتعطي ذاك آآ ليفين ثيابي لأنها كتتتبق وكتحك وما كي بحلا ما كيجيش بحلا ما كديش مقنطة كتجي كتجين ثيابية وبحلا رطبة كتجي مروعة بما كان آآ كنقدرون نخذو الحمام ديالنا بشكل اللي بغينا يعني بالديزاين اللي بغينا يمكن لنا نصوبو به حتى كي كتشوفو هنا يدوك الدخيلات بحال دابالي زي طاجر اي شكل بغينا نديروه كي يجي رائع عادة يعني خلاص الى الى زنالي واحد اللمسة ديال الزليج المغربي